اشتركوا في القناة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان المباراة سيتم اعادتها على ملعب محيد ولكن لم يتم اعلان القرار خوفا على لاعب الوداد وتاقم التحكيم من الجمهور هذا وعرفت جنبات ملعبي رادس اجواء جد مشحونة من قبل الجمهور التونسية الذي امطر لاعب فريق الوداد البضوي بقرورات الماء الفارغة والمملؤة منها ايضا الامر الذي استدعى من الامن التونسي الانتشار على طول المدرجات خوفا من تطور الامور الى ما لا يحمد عقبها هذا واعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكافة يوم امس عن عزمه عقد اجتماع مستعجل للمكتب التنفيدي للجهاز وذلك من اجل تدارس الاحداث التي سجلتها مباراة ياب نهائي مسابقة دور ابطال افريقيا بين قوى الوداد البضوي والتراج الرياضي التونسي وحسب بلغ للكافة ان الرئيس الملغاج احمد احمد دعا الى عقد اجتماع مستعجل يوم 4 يونيو الاثنين المقبل على اثر الاحداث التي عرفتها المباراة التي لم تكتمل بعد مطالبة لعب الفريق الاحمر بتقنية الفر للتحقق من هذف شرعي اعتبره الحكم سجل في وضعية تسلل شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان